السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد لمادة الجغرافية الصف الثاني عشر بعنوان المياه الجوفية والجليد والأنهار الجليدية الجزء الثاني ومع أهداف درسنا لهذا اليوم حيث يكون الطالب قادراً على أن أولاً يقارن بين مستويات المياه الجوفية ثانياً يستنتج العوامل المؤثرة على مستويات المياه الجوفية ثالثاً يصنف مصادر المياه الجوفية حسب نوهها ولنتذكر عزيزي الطالب ما تعلمناه في الدرس السابق حيث عرفنا المياه الجوفية بأنها المياه الموجودة تحت سطح الأرض والمخزونة داخل الشقوق والفجوات ومسام الصخور بالإضافة إلى كيفية تشكيل المياه الجوفية حيث أنها تتشكل عندما تتسرب المياه من السطح إلى باطن الأرض ولكي تتجمع المياه الجوفية ذكرنا أنه لا بد من وجود طبقات أرضية مسامية مثل ماذا؟ مثل صخور الحجر الجيري أو الحجر الرملي مرتكز على طبقات من الصخور الصماء غير المنفذة للماء كالصخور النارية لماذا أعزائنا الطلاب لتمنع تحرك المياه إلى الطبقات العميقة من القشرة الأرضية وكما هو موضح في الشكل الذي أمامك عزيزي الطالب أن المياه الجوفية تتجمع في باطن الأرض في مستويات مختلفة وفي هذا الدرس سنتعرف على تلك المستويات والعوامل المؤثرة فيها كما سنتعرف على مصادر المياه الجوفية حسب النوع والآن مع الهدف الأول وهو أن يقارن الطالب بين مستويات المياه الجوفية فكر وتوقع عزيزي الطالب عن المستويات التي توجد فيها المياه الجوفية بباطن الأرض تقل كمية المياه الجوفية مع زيادة العمق أسفل سطح الأرض ويرجع ذلك إلى ازدياد كثافة الصخور كلما اتجهنا نحو الطبقات العميقة وبالتالي تقل المسامات بين الصخور بسبب زيادة الوزن والضغط على تلك الصخور وقد تحتوي المنطقة على أكثر من طبقات مياه جوفية أسفلها ويمكن التمييز بين مستويين للمياه الجوفية فما هما؟ لنتعرف ما على مستويات المياه الجوفية المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض والمياه الجوفية البعيدة عن سطح الأرض حيث أن المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض هي التي توجد في أعماق لا تتجاوز نحو 700 متر تقريبا من سطح الأرض حيث يمكن استغلالها بسهولة ويتأثر كمية المخزون فيها بكمية الأمطار المتساقطة أما بالنسبة للمياه الجوفية البعيدة عن سطح الأرض فهي التي توجد في طبقات أعمق من 700 متر تحت سطح الأرض وهذه يلزم لها حفر الآبار والاستعانة بالآلات لرفعها وأحيانا تكون ساخنة نظرا لخروجها من أعماق كبيرة تكون درجة الحرارة عندها مرتفعة نصل إلى الهدف الثاني وهو يستنتج العوامل المؤثرة على مستويات المياه الجوفية هناك عوامل أعزائنا الطلاب تؤثر على مستويات المياه الجوفية فما هي؟ لاحظ معي الصور المعروضة لتتوصل إلى تلك العوامل هل توصلت إلى العوامل التي تؤثر على مستويات المياه الجوفية من خلال الصور؟ لنتعرف عليها معا لدينا الصورة الأولى التي توضح عامل الخصائص المناخية والصورة الثانية توضح المسامية والنفاذية للصخور أما الصورة الثالثة فهي توضح الغطاء النباتي ونوع التربة الصورة التي تليها توضح لنا عامل حفر الآبار أما الصورة الأخيرة فهي توضح لنا عامل مهم جدا يؤثر على مستويات المياه الجوفية وهو إقامة السدود ولكن هل يمكننا عزيزي الطالب تصنيف هذه العوامل إلى عوامل طبيعية وعوامل موجودة بتدخل الإنسان؟ سوف نتعرف على ذلك ومن خلال ما سبق عزيزنا الطالب يمكن تقسيم العوامل المؤثرة على مستويات المياه الجوفية إلى عاملين رئيسيين وهما العوامل الطبيعية والعوامل البشرية ومن العوامل الطبيعية الخصائص المناخية للمنطقة من حيث كميات الأمطار والرطوبة والجفاف والتبخر والجريان وتؤثر الخصائص المناخية للمنطقة على مستويات المياه الجوفية حيث أن سقوط الأمطار يسهم في تغذية المياه الجوفية وبالتالي ترتفع مستوياتها كلما زادت كميات الأمطار عكس الجفاف الذي يؤثر سلبا على مستوى الماء الجوفي ويؤثر التبخر على مستوى الماء الجوفي وكلما زاد عمق طبقات المياه الجوفية يكون التبخر قليلا ويقصد بالجريان عزيز الطالب وجود المياه الجارية والمتمثلة في الأنهار حيث تسهم الأنهار في رفع مستويات المياه الجوفية من خلال تسرب مياهها إلى باطن الأرض وهناك عامل من العوامل الطبيعية وهو المسامية والنفاذية لطبقات الصخور الواقعة فوق مستوى الطبقات الحاملة للمياه الجوفية حيث تؤثر مسامية ونفاذية الصخور على مستوى المياه الجوفية ومثل ما درسنا فيما سبق بأن المسامية هي الفراغات الموجودة في الصخور أما النفاذية فهي قدرة الصخر على أمرار الماء بين حبيبات ففي المناطق الرملية والحصوية تتسرب المياه بسهولة إلى باطن الأرض لتغذي خزانات المياه الجوفية بسبب ارتفاع مساميتها ونفاذيتها وهناك عزيزي الطالب الغطاء النباتي ونوع التربة ودرجة مساميتها في المنطقة يؤثر الغطاء النباتي على مستوى الماء الجوفي حيث تستفيد منه النباتات لنموها ومن الملاحظ أن التذبذب في مستوى المياه الجوفية في المناطق التي لا تحتوي على أغطية نباتية يكون قليلا فوجود نباتات جافة يشير إلى وجود كميات ضئيلة من المياه الجوفية بينما وجود النباتات الخضراء يشير إلى وجود كميات أكبر من المياه الجوفية بالقرب من سطح الأرض أما بالنسبة للعوامل البشرية فحفر الآبار ومعدلات استغلال المياه الجوفية يسبب هبوط في مستوى المياه الجوفية بالإضافة إلى إقامة السدود حيث تزيد من مستويات المياه الجوفية في مناطقها ونصل الآن إلى الهدف الثالث وهو أن يصنف الطالب مصادر المياه الجوفية حسب نوعها فمن الممكن عزيزي الطالب تقسيم مصادر المياه الجوفية إلى ثلاثة أنواع رئيسية طبقا لدرجة الملوهة ولكن فكر وتوقع أن في ضوء هذا التقسيم ما مصادر المياه الجوفية إذن سوف تكون هناك مياه جوفية عذبة ومياه جوفية مالحة ومياه جوفية تتراوح بين العذبة والمالحة إذن تختلف مصادر المياه الجوفية حسب نوعها كالتالي مصادر المياه الجوفية العذبة كالمجاري النهرية التي تشق الأنهار وروافدها تكوينات من الصخور الرسوبية المنفذة للماء فتتسرب كميات ضخمة خلالها كما أن هناك مصدر للمياه الجوفية العذبة متمثلاً في التساقط يشكل التساقط بأشكاله المختلفة من مطر وسلج أهم مصادر المياه الجوفية العذبة على سطح الأرض وأيضاً لدينا مصادر المياه الجوفية المالحة والتي تتمثل في مياه البحار والمحيطات والتي تتسرب خلال طبقات الأرض المجاورة لها وذلك تبعاً لانحدار طبقاتها ويطلق على هذا النوع اسم المياه الجوفية المحيطية وأخيراً نأتي إلى المصدر الثالث من مصادر المياه الجوفية التي تتراوح بين العذبة والمالحة فما هي يا عزيزي الطالب؟ هي مياه مختزنة في تكوينات الطبقات الرسوبية لذلك فهي تحتوي على كثير من الأملاح والتي تقلل من صلاحيتها للاستخدام وهي مياه تكونت في الطبقات الرسوبية المسامية نتيجة للنشاط البركاني حيث ارتفعت درجة حرارتها مما أدى إلى تركز الأملاح بها لنلخص معاً أعزائنا الطلاب ما تعلمنا خلال درس اليوم حيث تحدثنا عن مستويات المياه الجوفية وهي كالتالي المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض والمياه الجوفية البعيدة عن سطح الأرض كما تعرفنا على العوامل المؤثرة على مستويات المياه الجوفية والتي صنفناها إلى عاملين رئيسيين هل نتذكرها معاً؟ هناك عوامل طبيعية متمثلة في الخصائص المناخية والمسامية والنفاذية والغطاء النباتي ونوع التربة كما أن هناك عوامل بشرية متمثلة في حفر الآبار وإقامة السدود كما تعلمنا عزيزي الطالب عن مصادر المياه الجوفية والتي قسمناها إلى ثلاثة أنواع رئيسية حسب درجة ملوحتها حيث تنقسم إلى المياه الجوفية العذبة والمياه الجوفية المالحة والمياه الجوفية التي تتراوح بين العذبة والمالحة ختاماً أعزائنا الطلاب فلنجب على بعض الأسئلة حول أهم ما ورد في الدرس السؤال الأول وضح العوامل المؤثرة على مستويات المياه الجوفية حيث صنفناها إلى عاملين رئيسيين العوامل الطبيعية والعوامل البشرية العوامل الطبيعية والتي تتمثل فيه الخصائص المناخية للمنطقة من حيث كميات الأمطار والرطوبة والجفاف والتبخر والجريان المسامية والنفاذية لطبقات الصخور الواقعة فوق مستوى الطبقات الحاملة للمياه الجوفية بالإضافة إلى الغطاء النباتي ونوع التربة ودرجة مساميتها في المنطقة أما العوامل البشرية فهي متمثلة في حفر الآبار ومعدلات استغلال المياه الجوفية بالإضافة إلى إقامة السدود حيث تزيد من مستويات المياه الجوفية في مناطقها ولنتابع الإجابة على الأسئلة حول أهم ما ورد في الدرس السؤال الثاني ما مصادر المياه الجوفية العذبة؟ المجاري النهرية والتساقط السؤال الثالث اذكر مستويات المياه الجوفية درسنا بأن هناك المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض والمياه الجوفية البعيدة من سطح الأرض أعزائي الطلاب ومن خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم ترجمة نانسي قنقر